صباح الخير جميعاً الحياة برحب بحضراتكم والنهاردة عايزين نتكلم على امتحان السنوات العامة أنا كل اللي هميني كأب وكمسؤول ان ابني يذاكر ويبقى عارف المطلوب منه ايه السنة دي اللي اللي مختلف شوية زغارين هو الوجود اسئلة مقالية وهتكلم مع حضراتكم فيها والزيعة الصحح وإيه الفايدة بتاعتها اللي عتعود على الطلاب من هذا الكلام الامتحان مثل العام الماضي بنظام الأوبنبوك اذا ادي اول حاجة الامتحان زي السنة اللي فاتت وكتاب المفاهيم او كتاب المفاهيم اللي كان الطالب بياخدوا معها العام الماضي هياخدوا تاني هذا العام عدد الاسئلة في كل مادة مثل العام الماضي ايضاً لكن عدد الدرجات المخصصة للاسئلة تختار متعدد اللي عليها واحد بقى اكتر شوية لأ عشان ودي بتدي اريحية اكتر للطالب لو غلط في سؤال دي بقى بايه بدرجة مش بدرجتين ولا بتلاتة التعريب مستمر هذا العام موضوع التعريب ان احنا المادة هتبقى بالانجليزي وجنبها باللغة الايه العربية الطالب حيتسلم كراسة اسئلة مثل العام الماضي وبابلشيت وورقة تانية منفصل بياناته على البابلشيت وبياناته على الورقة التانية منفصل البابلشيت للاجابة على الاسئلة الاختيار ممتعدد والورقة التانية هتبقى للاجابة الاسئلة الايه اه المقالية الاسئلة المقالية نصبها خمستاشر في المية فبالتالي عدد الناس اللي 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 يلزم لتصحيحها الي يعني ما ده ما فيه حاجة بسيطة جدا تاني حاجة ان احنا هناخد سكان من الورقة دي نديها على الاتنين الاتنين معلمين على الكمبيوتر بتاعها يعني مش التصحيح للورقة مش فيه برنامج بيصحح المقالة لا مدرس معلم هو اللي بيصحح الايه المقالة ولكن كلمة روبركس دي عاملة كده ايه نموذج الاجابة واضح بمعنى ايه لو عندي مسألة وعليها مثلا تلات درجات فباجأ اقول في النموذج اللي يحل الخطوة اللي يقول القانون ياخد درجة اللي يعود مثلا ما يعمل كذا درجة النتيجة النهائية درجة اذا لو طالب ما وصلش للحل النهائي لكن عمل خطوة او خطوطين اللي يحصل ياخد درجاتهم ده ده اللي بنقصد به كلمة روبركس انا بقولها بقى باختصار شوية او بطريقة اوضح ان الدرجة موزعة على الاجابة ان كل جزء من الاجابة عليه درجة وبالتالي الطالب لو جاوب جزء وجزء تاني ما كانش صحيح ياخد درجة عن الجزء اللي ايه الصحيح اللي صححه او اللي كتبوا يعني ان شاء الله حيبقى فيه نموذج امتحان بعد نص السنة التاني بإذن الله حنعرضوا على حضرتكم انا النهاردة حريص على ان انا اقولك اللغة العربية كم سؤال كم سؤال فيها مقالي كم سؤال فيها اختيار متعدد عليه درجة وكم سؤال من الاختيار متعدد عليه درجتين طب المقالي حيجي في انا موضوع ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وده اللي انا حابب الناس تيجي علشان ولدنا انا كل اللي طالبوا منهم انهم ما يزاكرون بس دينا تبقى واضحة وشفافة ومواصفات الورقة الامتحانية دي اللي عاملها المركز القاومي الامتحانات اللي احنا اللي امتحان بيخرج من البنك عليها فاحنا ايه المشكلة ان احنا نعرفها فيش فيها مشكلة خالص انا حبيت ان انا اقولها لحضرات ناخد اللغة الايه اللغة العربية عدد الاسئلة وفق الدرجات ل22-23 هتلاقي العمود نوع الاسئلة اختيار متعدد 85% ومقالية 15% في الماية عدد الاسئلة اللي عليها درجة واحدة 44 سؤال في الاختيار المتعدد هيبقى فيه 44 سؤال عليهم درجة واحدة السنة اللي فاتت كان العدد ده اقل كان اللي عليه درجتين اكتر فلما دخلنا المقالي خد وحيس شوية بقت الاسئلة كلها ايه اللي عددها بدرجة واحدة اكتر ودي عطية اريحية اكتر للطلاب عدد الاسئلة بدرجتين 12 نيجي بقى للمقالي الاسئلة بدرجتين 3 درجات الاسئلة بست درجات واحد العدد الاسئلة الكلي المهم في النهاية الدرجة كام درجة كام 80 التعليق اللي تحت ده اهم واحد بيقول ايه بقى سوف يشبه الامتحان عدد اربعة اسئلة مقالية تمثل درجاتها 15% من الدرجة منها سؤال التعبير بست درجات يبقى اذا معنى هذا ان الطالب هينتج موضوع تعبير وعليه كم درجة؟ ست درجات وتلات اسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة وسوف تتضمن اسئلة الكراءة الادبية سؤالا من القصة المكررة يبقى معنى هذا ان الاسئلة هيبقى فيه سؤال على مين؟ على القصة المكررة على الطلاب ده بالنسبة للغة الايه؟ العربية اللغة الاجنبية الاولى موصفات بتاعتها كلها زي بعضها سواء الانجليزية او الفرنسية او الالمانية كمدة لغة اولى نوع الاسئلة اختيار متعدد عدد اسئلة بدرجة واحدة 32 سؤال عدد الاسئلة بدرجتين خمسة اسئلة عدد اسئلة باربعة مفيش العدد كل كزا يبقى الدرجة كلية 42 نجي بقى للايه؟ للمقالية هتلاقي عدد الاسئلة بدرجتين اتنين وعدد الاسئلة عدد الاسئلة باربع درجات هيبقى واحد وفي الاخر تمانية التوتا ليبقى عندي كام؟ خمسين درجة وهو فعلا اللغة الانجليزية او اللغة الاجنبية الاولى من خمسين ايه؟ من خمسين درجة تعالوا بقى نقرأ الكلام اللي تحت الجدول ده اللي هو بيوزع للمقالي عشان الطلبة تبقى عارفة هذا الكلام تشتمل عدد اتنين سؤال مقالي لكل سؤال درجتين تقريص هذه الاسئلة درجة الطالب للقصة المكررة باسئلة تقريص مستويات العليا للتفكير احنا المواصفة في حيث المستويات العليا للتفكير زي العام الماضي تماما بشفاء اي اختلاف نفس المواصفة بالضبط الحاجة الوحيدة اللي فيها اختلاف هو ان فيه 15% اسئلة مقالية علشان موضعات التعبير اللي انتم شفتوها والحاجات اللي لازم الطالب ينتج فيها الاجابة والتعبير عن رأي الطالب بالاضافة الى سؤال للتعبير اربع درجات حيث يكتب الطالب مقال او رسالة بريد الكتروني ايميل يتراوح ما بين 150 الى 250 كلمة وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة ويكون اختيار الموضوع من الاحداث الجارية او الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها وتمتاز بعدم التحيز لاي فئة او نوع او ديانة يعني انت بتحط هذا الموضوع يبقى مالوش علاقة بهذا الكلام اما بين اسئلة الترجمة فسوف تكون ضمن الاسئلة الموضعية يبقى الطالب هنا مش هيجيله ترجم هتبقى جول ايه هيسألك يقولك كلمة كذا معناها والف بق جيم دال ندخل ثالثا بقى اللغات الاجنبية التانية اللي هي انجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية والصينية اختيار من متعدد عدد الاسئلة اللي عليها درجة واحدة تمانية وعشرين عدد الاسئلة بدرجتين تلاتة نجي للمقال هللاقي عدد الاسئلة بتلت درجات اتنين المجموع في النهاية هيبقى كام اربعين درجة نقرأ بقى الكلام المهم اللي تحت تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل من هما سلاس درجات الاجمال ست درجات وهي كالتالي سؤال انتاج كتابة يكتب الطالب من خمسة وعشرين لتلاتين كلمة في اطار الموضوع المطلوب مستخدما على نصر المعطاة في السؤال سؤال ارسالة بريد الكتروني ايميل يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال هذا في كل مواد اللغة الثانية مع عدى اللغة الانجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من تمانين لمية ويقوم الطالب بالاجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص المواد العلمية عندنا الفيزياء والكيميا والاحياء والجيولوجيا عدد الاسئلة بدرجة واحدة اربعين سؤال عدد الاسئلة بدرجتين ستة عدد الاسئلة بدرجتين في المقالة اربعة العدد الكل يصبح في النهاية ستين درجة وهي فعلا المادة من ستين درجة هنا بقى ما حددناش المقالة فيه لأنه ندي مواد علمية ممكن نجيلك عادي هو اللي بيضع الامتحان له اريحية في ذلك بس انا برضو بأكد اهوت في الاسئلة المقالية بنضع ما يسمى نموذج الاجابة محدد وواضح وجميع البدائل المحتملة في الاجابة تبقى موجودة ويموزع على الدرجات على الاجابة بحيث ان الطالب لو لو عمل جزء من الاجابة والجزء الثاني غلط ياخد درجة على هذا الجزء الموضوع المقالي ليس وجهات نظر ده هو بيقيس علم يعني نموذج اجابة عن نموذج اجابة ولكن كل البدائل المتوقعة في نموذج الاجابة موجودة وبالتالي يبقى هنا اه 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 ده كده نخش المواد الادمية التاريخ اجوغرافيا علم النفس الاجتماع والفلسفة طبعا المادة من ستين برضو زيان أربعين سؤال بدرجة واحدة عدل الأسئلة بدرجتين ستة يبقى ستة واربعين يبقى الدرجة كلها تنين وخمسين نجي على المقالي هنلاقي عدل الأسئلة بدرجتين أربعة وبالتالي يبقى عدد كل أربع درجات في النهاية لما جمع توتل رأس وقفق يطلع لكام ستين درجة لأول مرة ننشر هذا الموضوع أنا شايفه حق للناس كل واحد يبقى عارف امتحانه شكله إيه في إيه جايز زي أنا واجبي بقى روح ذاكر أنا عايز الطالب بتاع السنوات العامة يعني ما يبقاش له حاجة مستنيها غير أنه يكتهد ويبذل جهد إحنا حرصين عليه تكافؤ الفرص حرصين عليه موضوع الغش حنكفحه ويعني هيبقى صعب يعني قوي جدا التدقيق والتصحيح الحمد لله دقيق وبنصح المقالة من اتنين معلمين بيصححه ولو فيه تفاوت فيهم بنرجع الواحد إيه تالت إذن مش بيراجع على زميله ده بياخد الورقة من جديد كأنه بيصححها من أول إيه وجديد ورقة تانية خامة وبالتالي هنا يبقى فيه إيه سبات التصحيح أو ضكة نخش على الرياضيات الاختيار من متعدد عدى الأسئلة بدرجة واحدة حداشر عدى الأسئلة بدرجتين سبعة أسئلة المقالية عدى أسئلة بدرجتين واحد عدى أسئلة بتلت درجات واحد يبقى التوتل في الآخر تلاتين درجة لأن ده فرع من فروع الرياضيات ومدته ساعتين وهم كل الفروع بنفس الطريقة أنا الحقيقة حبيت بس أتكلم مع أدراتكم ونقول الدنيا شكلها إيه على نص السنة التانية بقص الدراسة التانية بإذن الله يبقى عندنا نموذج ابتحان هنتيحوا فيش مشكلة خالص وبالتالي يبقى الطالب عارف هو مطلوب منه إيه ويذاكر إيه زي ما أنا وعدت كده هنبدأ الدراسة والدنيا واضحة ومحددة أنا مش عايزه يبقى مش عايزه يبقى مش عارف حال لا أنت مطلوب منك إيه وإحنا كمان مع الدكتور أكرم هو ممكن ندي نواتج التعلم للسادة المستشارين يدوها أيضا لمين للموجهين وتبقى موجودة متاحة كذلك الروابط الإلكترونية المرتبطة ببعض الموضوعات برضو ممكن نتيحها على موقع الوزارة بإذن الله أنا بشكر حضراتكم جدا وكل بقول لولادي تأكدوا أن احنا حرصين على مصلحكوا وأبناء الطلوب نحن حرصين على مصلحتكم وإن شاء الله يبقى فيه سنوية عامة متزنة هادئة وكل واحد يأخذ فرصته اللي أنا أأكد عليه مرة تانية الأمتحان ما فيش فيه اختلاف كتير عن العام الماضي غير وجود جزء من أسئلة المقالية فقط ما أكد تاني بنظام الأوبنبوك هيأخذ الأوبنبوك التعريب موجود ده كلها الأمور مثل العام الماضي تحديدا بإذن الله مرة تانية شكرا جزيلا تانية شكرا جزيلا